ربطة الأندية المصرية المحترفة أصدرت بيان أنا أشوفه بيان شديد الأهمية وهقولك ليه البيان هو بخصوص زيادة عدد الجماهير في مباريات الدوري المصري وتخفيض سعر التذكرة وبتعلن الربطة من خلال هذا البيان اللي قدام حضراتكم على الشاشة زيادة عدد الحضور الجماهيري في المباراة لخمس تلاف مشجع بداية من الجولة 18 لمسابقة الدوري وأعلنت ربطة الأندية المصرية عن تخفيض سعر التذكرة الموحدة لمباريات الدوري بدل 100 نزلت 25% فبقت 75 جنيه وذلك تيسيرا على الجماهير لحضور المباريات كان من المقرر حضور 2000 مشجع في كل مباراة خلال الفترة اللي فاتت إلا إنه الربطة قررت زيادة هذا العدد بداية من الدور التاني من بطولة الدوري المصري طيب قلت إنها الخبر مهم يوسف تفتكر هو مهم يقولك ليه الخبر مهم أنا من أنصار إنه في هذه المرحلة مهم جدا مسألة الإنفتاح الجماهيري طب يعني إيه الإنفتاح الجماهيري؟ ده مصطلح كده أنا بخترعه وأنا بتكلم معاك وبتكلم بجد الإنفتاح الجماهيري يعني إيه؟ يعني عجبني قوي إنه ربطة الأندية بتزود عدد المشجعين فالكورة خلي بالك روح الكورة في جماهيرها كل ما العدد بيزيد كل ما بنحس بروح هذه المباراة أكتر بنستمتع بيها أكتر بنتبسط أكتر بنشعر بالتفاعل ما بين جمهور وما بين العيبة مش بس إحنا المشاهدين داخل المنازل فده جيد جدا دي حاجة مهم جيدة جدا وبالمناسبة الفايصل دايما في ده انت انت اللي بتروح تشجع طول ما انت في التمام وملتزم ثق إنه هتلاقي دايما القرارات اللي بتحصل بتحصل في صلحك فيزيد عدد الجماهير شيئا في شيئا لحد ما هيملوا بإذن الله كل المدرجات طيب إيه تاني نقدر عليهم فتاح جماهيري؟ فكرة السينما يعني أنا هنا أشجع على المزيد من الإنتاج السينمائي مش بس الإنتاج الدرامي إنتاج الدرامي حم نتفرج عليه في البيت الإنتاج السينمائي ما بين ما يعرض في دور السينما أو ما يعرض حتى على المنصات كل ما هنزود الإنتاج كل ما هنلاقي السينما هتبدأ تتميلي أكتر وأكتر نشكر الله سبحانه وتعالى إنه يعني إحنا بنعمل احترازاتنا واحترستنا وكل الحاجات اللي بتتعملوا الاحتياطات وإحنا ريحين السينما متاهرات والكمامات وما إلى ذلك فهتلاقي طول ما إحنا الكيرف أو المنحنة بتاعنا وإحنا بنروح نتلقى تطعيماتنا والتحصينات وبناخد الاحتياطات بتاعتنا هتلاقي الحضور جوا السينما هيبقى أفضل وأعلى وتستمتع أكتر شوف في الظروف دي يأتي وقت إنك تحاول تستمتع بحياتك قدر الإمكان انفتاح الجماهير ده يخلق الراحة تاني هي المسألة في إيدينا إحنا أنا وإنت الجماهير إحنا ملتزمين وزي الفل هتلاقي المدرجات بتتملي واحدة واحدة إحنا ملتزمين وزي الفل هتلاقي دور العرض السينماي بتتملي واحدة واحدة إحنا ملتزمين وزي الفل هتلاقي دور العرض المصرحي بتتملي واحدة واحدة هتلاقي الحفلات بتحصل أكتر واحدة واحدة سوف يظل هذا الشعب محبا عاشقا بانيا مش بس عاشقا يبني الحياة دول المصريين